وزراء الصحة العرب يجتمعون بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في إطار الدورة السادسة والخمسين دورة الهدف منها مناقشة عدد من القضايا الصحية ذات الأهمية في مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية الاجتماع الذي يمثل المغرب فيه السيد أحمد التازي سفير المملكة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يبحث عددا من الاستراتيجية العربية في مجال الصحة مثل الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية والاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كوفيد-19 والمبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين هذه الدول التي تم اتخاذ قرار بشأنها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الأخيرة جدول أعمال الاجتماع يتضمن بحث توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات وتفعيل اجتماع الهيئات العربية العليا للدواء والغذاء وتفعيل عمل المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية والصندوق العربي للتنمية الصحية وكذلك الوضع القانوني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في ظل القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتبعيته لمجلس وزراء الصحة العرب